السلام عليكم ورحمة الله النهاردة هنتكلم ازاي نحافظ على مينة الاسناء ازاي نحافظ على السد المنيع اللي ربنا خلقهن ضد اي بكتيريا وده اللي احنا هنعرفه بعد الانترو وارجعنا لكم تاني عندنا في بعض المعادن زي الكالسيوم والفوسفات مهمين جدا في تكوين مينة الاسنان زائد كمان ان هم مهمين في تكوين العم بس مع تقدم في العمر المعادن دي بتبدأ ان هي تفقد طب يا ترى ايه هي اسباب ان هي تفقد الموضوع ده راجع لاسباب كتيرة جدا من ضمنها الاكل المليان سكر ومن ضمنها العصائر المليانة حموضة من ضمنها الجزع الاسنان وفي اسباب كتيرة جدا طب يا ترى هل فيه طرق تحافظ لنا على مينة الاسنان فيه بعض العادات البسيطة وبعض الوصفات الطبيعية اللي نقدر من خلالها نحافظ على مينة الاسنان طب يا ترى زي ايه من اهمها ودي دايما انا بأكد عليها هي غسيل الاسنان مرتين في اليوم طب يا ترى احنا نغسل اسناننا ليه احنا نغسل اسناننا علشان خاطر نقاوم البكتيريا اللي بتسبب التساوس زي بكتيريا ايه زي دي اكتر بكتيريا اللي بتعمل التساوس كمان فيه حاجة نقدر نحن نحافظ بها على مينة الاسنان هو استخدام معجون في فلورايد طب يا ترى ليه بنستخدم المعجون اللي فيه فلورايد الفلورايد بيخش في تركيب السنة اللي هي اصلا بتبقى فلما الفلورايد يخش على السنة بيعمل لي تكوينها فلما السنة تبقى فلوروابايد تقدر ان هي تقاوم التساوس وتقدر ان هي تحافظ لي على مينة بتاعتها على قدر المستطاع كمان من ضمن الحاجات نقدر نحافظ بها على مينة الاسنان هو التقليل من السكر على قد ما نقدر مش عايز اقول احنا نبتعد عن السكر خالص بس احنا نقلل منه على قدر المستطاع طب ليه احنا كتكاتلة اسنان بننصح دايما بتقليل السكر السكر هو بيعمل لي وسط حميدي في داخل الفم ولما الوسط الحميدي ده بيزيد ايه اللي بيحصل المينة بتاعت الاسنان بتبدأ ان هي تتاكل والسنة بتبقى معرضة ان هي لونها يتغير وتبقى معرضة ان هي تبقى حساسة اكتر من الطبيعة كمان من الحاجات اللي نقدر نحافظ بها على مينة الاسنان هو اكل الفواكه ونقلل شرب الفواكه طب يا ترى احنا ليه قلنا اكل الفواكه ومش شرب الفواكه اكل الفواكه مايبقاش فيه نسبة السكر الكبيرة جدا زي العصير غير كمان ان فيه عندنا بعض الفواكه هي بتبقى مهمة جدا للحفاظ على مينة الاسنان وده اللي احنا وضحناه في فيديو قبل كده وفيه موضوع تغاية خطورة هو جفاف الفم جفاف الفم ده بيبقى ليه اسباب كتيرة من ضمنها التدخين من ضمنها عدم شرب المياه طول اليوم من ضمنها التهاب في الغدد اللعابية وفيه اسباب كمان كتير ده كله بيقدي الى جفاف الفم سبحان الله ربنا خلقنا للعاب في بقنا ده بقاوم التسوس وبقاوم البكتيريا اللي بتعمل التسوس عشان خاطر فيه حاجة اسمها انتي بكتيريا فلما الفم بيبقى جاف اللي بيحصل البكتيريا دي بتنشط وبتاكل في مينة الاسنان فاحنا لازم نقطر من شرب المياه في خلال اليوم على الاقل نتكلم من 6-8 كبيات في خلال اليوم واخر حاجة هنتكلم عليها هي الكربوهايدرات زي ايه الكربوهايدرات زي الرز والعيش والمكارونة دول لو احنا منقطر من اكلهم في خلال اليوم دول بيتحولوا الى سكر والسكر زي ما احنا وضحنا هو بيكل في مينة الاسنان فزي ما احنا وضحنا بصورة بسيطة جدا ان احنا في بعض الحاجات نقدر ان احنا نعملها وبعض الحاجات نقدر ان احنا نبعد عنها دي تحافظ لنا على مينة الاسنان وبالتالي تحافظ لنا على الاسنان فبالتالي بتحافظ لنا على السد المنيع ضد اي بكتيريا زي كمان نقدر ان احنا نحافظ على لون الاسنان ما يتغيرش مع التقدم في العم ورب أكون أفدتكم في الموضوع إزاي نحافظ على مين الأسنان ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بخصوص الأسنان